مبروك إن شاء الله تفوقهم والله يخلي لهم والدهم هذا المبدع البطل الحقيقة حق لهم أن يفخروا بوالدهم أخوي الأستاذ علي وشلونك الله يحييك نطول عليك شوي لك نتحملنا نبي رسالة من القلب ونبي مشاركة لأن الحقيقة مشتاقين الرواية الشويب نبي يوسع صدوركم والله خلني باخر عن الرواية الشويب وفي سالة ودي أقولها كنت أطبق في معهد النور وكان فيه طالب عندي اسمه سليمان والطالب ذا ذكي فأخفق في الاختبار ورسل لي قال لي يا علي أنا والله الاختبار والله أني كنت أحفظ عشر أجزاء مصحف وكان عندي تسميع أمس فوالله أن عدره وافي فما يوم أرسل لي على الواتس والله أني مدري ما أقول له قلت أرسلت الهابيات قلت له لا تعد لا تعتذر عما حصل يا سليمان خل العذر لضايعين الكسالة لا تعتذر عما حصل يا سليمان خل العذر لضايعين الكسالة تستاهل الممتاز واعتمدها الآن ومع الإدارة حادنا بنت مالا لو أعتذر بل أنظم هيك حيلان وإيش العذر من صدر ربي تعالى الله 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 عليك الله عليك طيض الله وجهك أما في رسالة ودي والله أقولها ورسالها عبارة عن أبيات وسيطة تفضل ولا هي بالفلان ولا على اللان الشخص يعني لو لو أتكلم عن تأثيره في حياتي من هنا إلى بكرة الفجر ما أتوقع أني بو فيه ولا ربع يقول أبوي قدره في عيني غير كله لا نام الله الله أبوي أبوي قدره في عيني غير كله لا نام يلا يجعل الظروف تموت ما مرته من كثر مغليه وجله علي حرام سنين عمري لو أنها تساغ ما برته يلا حسنا ما نفقد صوته لا يفام ويلا يجعله يعيش سنين ما برته له مني أسوق 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 الأمداح له سوق الجمال بالخطام وله مني أعطيه من جوف البحر درته يا سلام عليكم صح حسانك وبيض الله وجهك والأب يستاهل الحقيقة والله الأب يستاهل مننا كل تقدير وكل احترام وكل محبة وكل إشادة في كل مكان